مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الدكتورة غادة العنقاوي حول القيادة الذاتية حيث تأتيكم بمعلومات ومهارات للتغيير وتطوير الحياة والمهنة والعلاقات حلقة 23 مرحبا اليوم سنبدأ في خطوات كتابة الرسالة بعد أن تعرفت على غايتك ورتبت قيمك وبدأت تلك اللوحة الفنية والتي بدأت تتضح معالمها لك واليوم ستخط بقالمك مبادئ تلك الرحلة المستقبلية التي تنوي أن تكمل فيها المسيرة للأمام مزودا بخرائط جديدة وحيوية نابعة مما هو أهم بالنسبة لك في الحياة ورسالة الحياة تحتوي على عناصر عديدة منها المعايير الأخلاقية الصورة الخارجية التأثير الاستراتيجي الأهداف والغايات الموقع الجغرافي توقعات المستقبل للنمو الذاتي وتحقيق الرؤية وقد تكون سطور أو فقرات لا بد أن تنسجم رسالة حياتك مع قانون المزرعة من زرع أصد وأن تختار محور حياتك بدقة فمن الناس من يتمحور حول عمله أو حول علاقة معينة أو حول ممتلكات معينة أو حول منصب أو شهرة أو حياة اجتماعية أو نمط معين والمشكلة في التمحور حول هذه المتغيرات أنك قد تنهار بإنهيار أو اختفاء هذا المحور فتعاني النكسة التي يعاني منها من فقد مالا أو عزيزا عليه فيترى ما هو المحور في حياتك المثال الذي يجيب عن الأسئلة الأربعة التالية ما الذي يعطيك الأمان؟ ما الذي يعطيك الهداية؟ ما الذي يعطيك الحكمة؟ وما الذي يعطيك القوة؟ إذا توفر في محورك ذلك فأنت مستقر ومتوازن ما هي رسالتك في الحياة؟ رسالة الحياة هي تلك العبارات التي تعبر عن المحور وتتكرر في ذهنك حول الحياة وكيف ينبغي أن تعيشها يجدها البعض في الحكم والأمثال والكثير من الناس يستقونها من الدين فالكتب السماوية وضعت معالم الحياة وقوانينها الاجتماعية بوضوح فالعيش بسلام مع الآخرين ومنع الإضرار بهم وبممتلكاتهم وإعطاء نفسك حقها من الراحة والأكل والموازنة في ذلك ثم المعاملات مع الناس بالعدل والإحسان ومساعدة الآخرين كلها مبادئ اتفق عليها العالم أجمع ولا يختلف عليها إلا من سقط في الحضيط ولكن لا يكفي ذلك في رسالتك بل لابد أن تتجسد هذه المبادئ في حياتك بشكل قوي يسمح لك بأن تتبناها كلها أو بعضها ولابد أن تسقل هذه المبادئ لتجارب عشتها أو تعيشها ليكون لها معنى وقيمة في حياتك وإلا أصبحت كلمات في أوراق لا معنى لها بالنسبة لك إذن للقيم دور كبير في اختيار مبادئ حياتك ولابد قبل أن تكتب رسالة حياتك أن تحدد ما هو الأهم بالنسبة لك لكي تنتظم مبادئ حياتك في أقضي الأهمية وتترجم في الواقع بأفعالك وأخيرا تستلزم كتابة الرسالة الكثير من التأمل والتأني فأنت تقرر بها قرارات حياتك كلها ودعوتي لك أن تتخذ من موجه رفيقا لك في الطريق لتتأمل بين يديه فيوجه لك هذه التأملات بصيغة توقظ مشاعرك وتدعوك للتفكير أكثر في عمق محورك وحياتك فلا تتردد في أن تجده ليكون لك الرفيق في الطريق وعطي نفسك فرصة زيارة برنامج وجه حياتك ففيه جلسة كتابة الرسالة والعديد من الجلسات العميقة التي تعطيك ما يعطيه الموجه لك مع موجه أونلاين يتحاور معك بشكل كتابي مستمر لتضع لأهدافك وتحقق ما تصب إليه في حياتك قم بزيارة www.globaltalentacademy.org شكراً لإستماعك وألقاك قريباً استمعتم إلى حلقة جديدة في بودكاست الدكتورة غادل عنقاوي حول قيادة الذات لتغيير الحياة والمهنة والعلاقات شكراً على استماعكم ونلقاكم مجدداً شكراً للمشاهدة